السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدادي دائما تجيني طرابات تخص اللي هي التطبيقات لرسم الخرائط الذهنية واش هي الخرائط الذهنية؟ يعني لو عندك فكرة معينة وحابب ترسمها زمان كنا نمسك ورقة وقلم ونرسم يعني مثلا راسع الهرم نكتب مثلا أي شي ونبدأ نتفرع منه بفروع عشان نرتب أفكارنا لأي فكرة في بالك لأي مشروع في بالك لأي شي عندك في الحياة ممكن أنك تسوي له اللي هو زي الخريطة عشان ترتب في أفكارك وترتب في مهامك طبعا هذه الآن هتشوفها بشكل عملي عشان تفهم قصدي أكثر التطبيق هذا متوفر لأجهزة الآيفون والأيباد وأيضا في منه لأجهزة الأندرويد ولكن مو نفس التطبيق ولكن نفس الفكرة وكلها يعني في أفكار يعني في تطبيقات جدا كثير كلها تحمل نفس الفكرة ولكن قيت لكم أنا أسهل تطبيق بالنسبة لجهاز الآيفون وأسهل تطبيق بالنسبة لجهاز أيضا الأندرويد وغير كذا في مواقع بحطر لكم موقعين أيضا مجانية تقدر تسوي من خلالها بدون حاجة إلى آيفون أو أندرويد تقدر من خلال الكمبيوتر أو تقدر من خلال أيضا جوالك عن طريق هذه المواقع تصمم وتطبعها أو تسوي لها شير على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو تحتفظ فيها حتى لنفسك فخلينا نشوفها مع بعض هذا هو التطبيق الخاص بالأندرويد وهذا الخاص بالآيفون كلها بترك لكم هي بصندوق الوصف أسفل الفيديو هذه فكرة مبدئية لعمل التطبيقات يعني لو عندك فكرة معينة تقدر تصممها بهذا الشكل والآن بوريكم كيف نقدر نصممها طيب المواقع هذه هي الموقع مثلا تقدر تسوي لك حساب يصير في كل مرة من هنا تقدر تسوي تسجيل وهنا تقدر تسوي S&N وهو تسجيل دخول وهنا ممكن تسوي بدون حساب ولكن أنصحك تسوي حساب لأنه كل مرة تدخل تقدر تعدل عليها وبهذا الشكل هذه هي فكرة الخرائط الذهنية لو عندك فكرة أساسية وتبدأ تتشعب منها الأفكار يعني تسوي لها أشياء جدا كثير وهذا هو الموقع الثاني وكل موقع أيضا عنده اللي هو فيديو تعريفي للأفكار أو فيديو تعريفي لطريقة عمل الموقع أو طريقة عمل فكرة معينة في بالك طيب هذا هو التطبيق بمجرد فتحك للتطبيق هتلاقي هنا علامة الزائد بمجرد ضغطك علامة الزائد هيتكون عندك اللي هو هذا لأنه طبعا يعطيك وحدة ولو تبغى أكثر حيكون بفلوس فأنا هعدل على نفس اللي هي بشكل مجاني فخلينا نشوف مثلا الأفكار كيف جاية هتلاقي عندك بالأسفل هذه المستطيلات أو هذه المربعات فتقدر تظهرها بهذا الشكل وتقدر تظهرها بهذا الشكل وتقدر تختار اللي هو الشكل اللي أنت تبغى يعني مثلا عندك الثلاث نقاط هذه اللي بالزاوية لو ضغط عليها هتحصل هنا عندك اللي هي الأشكال كيف تبغى الأشكال تكون عندك تقدر تختار الشكل اللي تبغى طيب خلينا نبدأ مع بعض مثلا نكتب في أول خانة علامة القلم نكتب مثلا شركة أبل إيش فيها شركة أبل مثلا عندها أجهزة ماك أوكي مثلا هنا عندها آيفون طبعا هذا مثال فقط لا غير أنت بمكن تسوي اللي تبغى وهنا مثلا نكتب أيباد تقدر طبعا تلون أي شي مثلا نلون هذه طيب خلينا نشوف كيف هتطلع طيب هذه هي هتطلع بهذا الشكل تقدر تحرك طبعا بأصبعك طيب شركة أبل مثلا أول ما أنتجت أنتجت اللي هي الماك هاي جهزة طبعا هنا كاتبها غلط هذه تم ربوطة وهذه نخليها كذا يصير أنتجت مثلا أجهزة الماك بعدها أنتجت الآيفون وهنا أنتجت الآيباد مثلا بهذا الشكل ممكن تكون كذا فعلى حسب الأفكار اللي عندك ممكن تزيد طبعا هنا بيقول لك كيف تبغاها هنا تغير اللي هو الخط أو تكبره تصغره تلوين هنا تقدر أيضا تضيف صورة التاتش إيميج اللي هي إضافة صورة تقدر تضيفها هنا وتقدر تعدل هنا بكل سهولة تبغى مثلا يكون كذا أوكي حيصير بهذا الشكل وعد أنت رتب أفكارك ورتب شجرتك ورتب كل شي حتى ممكن تسويها شجرة العيلة ممكن تسويها بهذا الشكل طيب بعدها مثلا شير تبغاها كPDF تبغاها كصورة تبغاها هذا برنامج فيزيو هذا هذا برنامج طبعا ما هيعرفه غير اللي يستخدمه قبل كذا أو درسه قبل كذا درسه تبعون الكهرباء اللي درسوا الكهرباء هنا تبغاها مربعات تنشروا هنا تبغاها نقاط تنشروا يعني في عدة خيارات طيب إن شاء الله أكون أفتك لكم معلومة بسيطة روابط التحميل التطبيقات والصفحات بتلاقيه بصندوق الوصف أسفل الفيديو لا تنسونا من لك سبسكرايف في القناة وفي أمان الله